يا اهلا بكم يا سادة في احدث الفيديوهات المهمة جدا ازاي تقدر تسطى ببرامج من خارج متجر LG على الشاشة LG بتاعتك وازاي تنزل برنامج كودي الشهير اللي مش متوفر على كل الشاشات السمارت متوفر على انظمة اخرى فنحن هنا مع هذا الفيديو الاستثنائي اللي من خلاله حنقدر بازن الله نطبق مع بعض على هذه الشاشة LG بكل اصداراتها ان نسبت برنامج كودي الشهير باضافاته الرائعة لو جينا نفتح برنامج كودي اهو بيفتح معانا عادي واحد اقول لي ده ما انت موصل تيفي بوكس وبتضحك علينا هقول لك دلوقتي الخطوات واللي انت في النهاية حتصل فيه الى النتيجة المرجوة بيفتح معانا عادي برنامج كودي وانا طبعا هقوم من قدام الشاشة ولكن قبل ما اقوم من قدام الشاشة اشترك في القناة وفعل جرس الاشعارات واسب لنا اللايك المتين واهلا بيكم في هذا الفيديو الحصري في المحتوى العربي وكالعادة كما عودناكم في خطوات بسيطة باذن الله سنصل الى النتيجة المرجوة وهي تزبيت البرامج من خارج مدجر LG بطريقة سهلة وبسيطة بدون التعقيدات اللي انت بتشوفوها على الانترنت واللي اغلبها غير مجدي نحن نأخذ هنا تطبيق عملي على برنامج كودي اذا اولى الخطوات نذهب الى الابس او التطبيقات او علامة البحث في الشاشة الخاصة بك واكتب معايا اسم هذا البرنامج اللي هو دوفلوبر مود البرنامج الشهير جدا في تنزيل البرامج من خارج مدجر LG ولكن يحتاج طريقة معينة لتنزيل البرامج مثل المحترفين هنكتب في البحث في الاعلى انا كنت باحث عنه بالفعل ادت دوفلوبر مود طبعا لو بحثنا عن برنامج كودي مش هتلاقيه برامج كتير ما مش موجودة في مدجر LG طبعا نقدر هو تنسبته برنامج فري بالكامل نضغط عليه البرنامج حجمه صغير جدا نستل بالفعل البرنامج استطب معانا نضغط لانش كما انتم تعلمون ان لازم يقول ليك اكاونت على LG عشان تقدر تثبت البرامج عادي طبعا اغلبنا ليه اكاونت او تقدر تنشئ اكاونت بممتهى السهولة بيطلب منك خنتين ال اي دي والباسورد ال اي دي اللي هو الايميل بتاعك بتاع LG والباسورد اللي هو الباسورد بتاع LG برضو ولكن قبل ان نجري هذه الخطوة سنذهب الى الموقع الذي سأضع اليك الرابط الخاص بي وهذا الموقع ستكون بتسجيل دخول عليه موقع الخاص ب LG اهو رابط الموقع اهو وهنخش عليه من الكمبيوتر ويكون الكمبيوتر او اللابتوب الخاص بينا والشاشة اللي اتنين ربطين على نفس الراوتر على نفس الانترنت الواي فاي هو ده الموقع اللي هنسجل فيه عشان يفتح معاك برنامج الديفلوبر يسجل دخول واحنا فاتحين الكمبيوتر الخاص بينا على نفس الانترنت بتاع نفس الراوتر اللي واخد منه الشاشة اللي اتنين على نفس الراوتر هنضغط على في الاعلى والله لو انت عندك على الموقع ده او على ال جي اكاونت اوكي طب انا يا عم ابراهيم ما عنديش اصلا هعمل كريات وانشئ الاكاونت الخاص بي بمنتهى السهولة والبساطة كعملية انشاء اي اكاونت في اي موقع دي بقى ايه اسيبك ترجع ليه وتختاري الدولة بتاعتك كل الدول موجودة ويتكمل الخطوات انا عندي ايميل هسجل دخوله على طول اختصارا للوقت اضغط بالفعل حلاقي ان انا موجود على الويب او اس تيفي ديفلوبر هو ده الموقع بتاع المطورين اللي لازم اكون مسجل دخول فيه يا صديقي خلاص كده خلاص كده انا مسجل دخول على الموقع ارجع بقى لبرنامج الدفلوبر وحط الايميل والباسورد اللي انا استخدمتهم في الموقع ده هيفتح معايا برنامج الدفلوبر بعد ان سجلنا على الكمبيوتر نأتي هنا ونضع الاي دي والباسورد اللي هو الايميل والباسورد بتوعك نكتبهم هنا اللي احنا سجلناهم في الموقع منذ لحظات. ثم نقوم بالضغط على لوج ان. هيفتح معنا. لو ما فتحش معنا اعرف ان انت تنشت الخطوة بتاعت التسجيل الدخول على الكمبيوتر. الخطوات كلها اجبارية. مش بمذاكك يا جد. معلش. هتجد هنا هيقول لك انت رابط وايرلس بيديك الاي بي بتاع الانترنت بتاعك. طب لو انت رابط اللي هو كابل انترنت هيديك. انا طبعا رابط الشاشة واي فاي. مش كابل انترنت مباشرة. هنروح عاملين ضغطين على مود دي. نضغط عليها نعملها اون. هيقول لك هيحصل للبرنامج. وللشاشة كلها في اغلب الاحوال. هنضغط عليها وانا انتظر لحظات. هيتم عملية اعادة التشغيل من تاني بدون تدخل منك. هنجب بالفعل ان الشاشة عملت اقلاع من تاني. نقوم بالزهاب الى البرنامج الخاص بينا. هتلاقي موجود مع البرامج. الديبلوبر مود ده. نقوم بفتحه. بالفعل اصبح اون. ثم تأتي على ثاني خانة الكي سيرفر تعملها اون. ايضا. وهنا الباسورد الخاص بيك. وهنحتاجه دلوقتي. والكلير كاش داتا ده ملكش دعه بيه. السيشن الاخيرة دي مكتوب فيها صفار مش جايب لك رقم زي ده. هتضغط على اكستيند. هزي. اكستيند هزي هتظهر لك السيشن. لازم السيشن يكون جايب لك رقم. اذا نحن انتهينا من خطوة برنامج الدفلوبر مود. هنسيبه مفتوح. وهناخد منه حاكتين لا ثالثة لهم. الاي بي ادرس والباس. هناخد منه الاي بي ادرس والباس. لكل شخص منكم ليه اي بي لوحده وليه باس لوحده. العملية بتختلف. تمام? هصورهم بالموبايل بتاعي. وهروح على اللابتوب او الكمبيوتر. وهنعمل تسجيل دخول بالاي بي والادرس. لنسطب البرامج من الكمبيوتر للشاشة مباشرة. نترك الشاشة مفتوحة طبعا على الانترنت. وربطة وكل حاجة. ونروح الى اللابتوب او الكمبيوتر الخاص بينا. لنو يجري الخطوة قبل الاخيرة. بعد ان قمنا بتنشيط وتسجيل دخول في برنامج الدفلوبر. وتجهيزه. تجهيزا كامل. اصبح الان حتما علي عن اسطب برنامج على اللابتوب او الكمبيوتر الخاص بي من اجل اللنا اقوم بي ارسال البرامج الى الشاشة الالجي الخاصة بي. فهدخل الى هذا الرابط لتنصيب البرنامج الخاص بينا. هنا هوت بيقول لك لو انت على نظام الماك او اللينكس. احنا على نظام الويندوز. تختار ويندوز انت ويندوز اربعة وستين ولا ويندوز اتنين وتلاتين او ستة وتمانين. احنا ويندوز اربعة وستين اهون اختار من هنا. برنامج حجمه صغير جدا. ثم تضغط على اوبن. ثم برنامج حجمه صغير جدا. بيفتح معنا البرنامج بهذه الواجهة اللي هو الويب او اس دوفلوبر بتاع الجي. هنختار اول خانة دوفلوبر مود. سيبها زي ما هي. وبعدين تضغط نكست. وبعدين هنا بيقول لك اختار الخانات دي. اقول له سكيب. مش فضيلك يا عم الحج. ونأتي هنا الى الخطوة اللي انا قلت عليها منذ لحظات. الاي بي والباس. الاي بي. هحط الاي بي بتاعي اللي انا خطوه من على الشاشة دلوقتي. اللي برنامج الدوفلوبر الدهوملي. واحط الباس اللي برنامج الدوفلوبر الدهولي. اقوم بادخال الاي بي ادرس في هذه الخانة. وفي الخانة الثانية كاتب لك الباس. انقل الباس بالزبط. اخلي بالي الحرف الكبير كبير والصغير صغير. ثم اسيب الخانة الاخيرة دي فاضية. ثم فنش. فبالفعل فتح معي البرنامج جاب لي ملفات الشاشة كلها. ولو رحت على الانفو جاب لي حتى اسم الشاشة بتاعتي برقمها برقم الموديل بالفرجن اللي موجود عليها من من الويب تو اس اللي هو الفرجن ستة نقطة اربعة نقطة صفر. وجايب لي كل تفاصيل الشاشة. اوكي. ندخل الى او التطبيقات. هيقول لك المسطب. احنا مش مسطبين حاجة لسه. هنخش على ومن هلاق البرامج اللي المطورين عملوها. هنا برنامج كودي شهير جدا. اقوم بالضغط على وهلاقي هنا بيقول لك انستول. طبعا تقدر تروح على الويب او اس اللي المبرمجين بقى اهو. السورس كود بتاع البرنامج اهو الراجل لسه رفعه طازة. عامل عليه تحديث من خمس ساعات بس. ده المبرمج. سورس كود كامل لجماعة المبرمجين بقى اللي هم في كليات الهندسة او اللي شغف بالبرمجة. يقدر يشوف السورس كود بتاع البرنامج ده. ادي برنامج كودي الفرجن واحد وعشرين. نضغط على انستول. وانتظر لحظات لحين تتم عملية الانستول. ونشوف هل بالفعل البرنامج راح على الشاشة ولا مراحش. العملية تحتاج منك الانتظار حتى يتم ارسال البرنامج عبر الواي فاي الى الشاشة الخاصة بك وتنصيبه. بالفعل البرنامج الان تم ارساله الى الشاشة. اقدر اعمله لانش من هنا عن اقلاع او فتح. ولكن احنا هنروح بالرمود ونشوف مع بعض البرنامج راح هناك على الشاشة ولا لا? نقوم بالزهاب الى الهوم. سنجد ان تطبيق كودي بالفعل ظهر معانا يا سادة. نقوم بالضغط عليه نشوف هل هيحدث اقلاع ولا لا? بالفعل الان البرنامج كودي بيفتح معانا ويقلاعه سريع جدا وخفيف. بيجيب لك معاك بقى الرسال دي كلها عايز تنصب حاجة برنامج كودي يا جماعة بيحتاجش شروحات طبعا. ده برنامج اسيبك تستكشفه. البرنامج ليه شروحات كثيرة على الانترنت واحنا شرحينه هنا في القناة. فكان الكثير من الناس مالكي شاشات السامسونج او ال ال جي او غيرها من الشاشات السمارت. يجوا قولك البرنامج ده مش موجود في المتجر الشاشة انا عايز انزله. فاحنا جبنالكو الطريقة الفعالة والسهلة جدا في تنصيب البرامج على شاشات ال جي من خارج المتجر. فهنا برنامج كودي طبعا الشهير جدا ونحنا على الشاشة يا صديقي. مفيش تفي بوكس راكب مفيش اي حاجة بتدعم ان احنا اللي احنا نشغل برنامج كودي الشهير اهو. ونقدر نروح على ال الاضافات عفوا. نشوف بالفعل هل هو نفس النسخة كاملة ولا لا. اده هو بالفعل يا سادة كودي. برنامج كودي باضافاته الرائعة والبناء وكل هزي الاشياء ده يحتاج شرح منفصل يا صديقي ازاي تتعامل مع البرنامج ده وهو برنامج عبقاري. اقل ما يقال علي انه هو برنامج عبقاري. طبعا لما احنا فتحنا برنامج الوب اس على الكمبيوتر. البرنامج في برامج اخرى. ممكن البرامج دي تستهويه. جربها وشوفها وتعجبك بشكل كبير جدا. ومنها برنامج في غاية في غاية في الاهمية. واللبيب بالاشارة يفهمه. هتلاقيه في الاخر كده اجده. ثبت وعيش وافتكر ابراهيم سعيد. اتمنى ان هذا الفيديو له نال على اعجابكم. ما تنسناش باللايك المتين والكومنت اللذيذ عشاق انظمة الاسمارت انتلوكو نصيب معنا في هذه القناة. فسيب لنا اللايك وشجعنا بازن الله في تنزيل الكثير من الشرحات الخاصة بنظام الاسمارت وتركاته المخفية على الكثير من حضراتكم. كان معكم ابراهيم سعيد والى اللقاء. اشتركوا في القناة